السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا جميعا في احسن حال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل سنة وانتو طيبين جميعا وبخير وتعالوا النهاردة هوريكم شقة في موقع فعلا متميز جدا من ارقى الاماكن اللي موجودة في عباسر العقاد الرئيسي او العمومي في مدينة نصر الشارع ده شارع عباسر العقاد الرئيسي الكبري اللي هناك ده كبري عباس العقاد شايفين هنا المكان طبعا الموقع مش محتاج اي كلام نهائي الموقع من ارقى الاماكن في مدينة نصر وهو عباس العقاد الرئيسي طبعا هنا بوريكم الاماكن بالزبط وبعرفكم المكان فين بالزبط دي العمارة اللي فيها الشقة للبيع الشقة مسحتها صافي تلتمية وسبعين متر صافي يا جماعة صافي طبعا لو مش صافي هتعدي الربعمية متر احنا بنتكلم في مساحة صافية يعني مساحة كبيرة جدا السعر يا جماعة تم تنزيله مليون جنيه مرة واحدة معظم الشواء اللي انا بنزلها الايام دي بيبقى اصحابها بيرفعوا الاسعار لان طبعا لظروف ان الدولار غلي والاسعار بتغلى والكلام ده كله بصراحة الشقة دي لظروف ودواعي الصفر تم تنزيل سعرها مليون جنيه مرة واحدة فعلا الشقة فرصة ولقطة جدا المكان ارقى مكان في مدينة نصر الموقع ده موقع رقم واحد بصوا احنا هنا العمارة طبعا على ناصية والبرج ده كامل كده اه 14 دور الشقة في الدور التاسع انا هنا بوريكم تفاصيل المكان بالزبط عشان تبقى الصورة واضحة وهنا طبعا ده شارع بس العقاد الرئيسي العمارة واخد ناصية كمان الموقع بجد رقم واحد الموقع بجد روعة هنا بوريكم كل التفاصيل بتاعة المكان والشرع كأنكم بتعينوا المكان بالزبط الفيو طبعا ليه الشقة فيو مفتوح ودي هنا الابراج والعمارات اللي حوالين المكان هنا كده احنا بدأنا ندخل مكان العمارة بورج راكي جدا من الابراج المميزة في عباس العقاد المدخل كله رخام وفيها اتنين اسنصير زي ما انتو شايفين مباني العمارة 2005 مباني العمارة 2005 يا جماعة العمارة مرخصة ومسجلة شهر عقاري طبعا الشقة لها حصة في الارض وحصة في الجراش الموقع بجد روعة وهنبدأ ندخل الشقة ونشوف مواصفاتها تفصليا وكل البيانات اللي خاصة بيها بسم الله ما شاء الله تبارك الله ده شكل الشقة اول ما بندخل على طول بيقابلنا ريسبشن مساحة كبيرة جدا ست قطع شغل الشقة كله جبس بورد السقف بتنور فعلا والحوائط جاي ما انتو شايفين الحوائط بتاعتها كلها على اعلى درجات التشطيب ابواب الشقة كلها ابواب خشب زان الباب بتاع الشقة خشق مصفح بداية كده ده الريسبشن وشكل الريسبشن بوريكم هنا كل التفاصيل لان الشقة هتتباع بالعفش بالعفش والاجهزة وكفة كل حاجة زي ما انتو شايفينها كده فيها تحف لوحدها فعلا قيمة جدا من ارقى العفش ومن ارقى الخمات حتى التحف وكل قطعة موجودة مختارة بعناية جدا جميع ارضيات الشقة والغرف والطراس والريسبشن وكل الشقة كلها من اجود انواع الرخام المستورة كلها رخام مستورة فرز اول طبعا ده طبعا شكل او حالة العفش كله حالته جيدة جدا الستائر اللي موجودة من ارقى انواع الستائر ومن افخام ها كل تحف موجودة في الشقة مختارة بعناية ومن اجود الحاجات اللي مختارة كلها مستوردة طبعا هنا انا بركز لكم جدا على شكل العفش طبعا لان الشقة هتتباع بالعفش او بدون عفش الشقة فيها خمس غرف فيها اوضة ليذنج وفيها كمان ثلاثة حمام وفيها غرفة مصدر ده شكل كده القطعة الاولى انت ريه شكله شيك جدا شايفين كمان كل قطعة من الكنسولة كمان كراس اللي بتدي شكل حلو جدا للمكان هناك ده حمام الضيوف هنشوف بقى مع بعض دلوقتي الحوائط هنا مبطنة بالجلد وفيها قطعة خشبية فخمة جدا شكل القطعة الاولى طبعا وكل النجف اللي موجود في الشقة كريستان عصفور الترابيزة دي رخام حالته كويسة جدا طبعا كل الشقة جديدة يا جماعة العفش اللي فيها كله بحالة كويسة جدا كله جديد حتى التحف بوريكم شكلها كمان البرج ده مباني 2005 العمارة مسجلة ومرخصة شهر عقاري اللي بيشتري الشقة بيبقى لها حصة في الارض وحصة في الجراج وده ما انتوا شايفين ده كده الشكل القطعة الاولى اللي موجودة ده الحمام الحمام اهو شكله ده موجود في الريسيبشن حمام معقول جدا والحوائط في جزء منها موجود في ورق حوائط مستورط كمان بالنسبة لك الحمام الاول للضيوف معقول وشكله شيك جدا وحلو اوي احنا بنقول ان الشقة فيها تلاتة حمام بوريكم هنا شكل البروزات اللي موجودة في ورق الحائط طبعا فيها عداد كهرابا قديم مش بالكارت عداد كهرابا قديم فيها عداد غاز فيها غاز فيها طبعا عداد المية خاص بالشقة يعني مش نقصها اي حاجة خالص اللي هيشتر الشقة بالعفش بيجيب بشمطة هدوم وخلاص كده ما فيهاش اي حاجة محتاجينها تاني خالص زي ما بقولكم كل العفش اللي موجود كلها مركات عالمية الشقة هتتباعي جماعة بالعفش كلها مكيفة بالكامل دي القطعة التانية اللي موجودة طبعا السجاد من ارقى انواع السجاد الشغل جامد جدا اللي موجود في الحوائط والاسقف الجبسنبورد السقف السائط السبطات بيت النور كل ده فعلا وهنا التكيف المركزي كمان موجود كل الغرف مكيفة بالكامل الشقة كلها تكيفات بالكامل الستاير كلها من افخم انواع الستاير فيه كمان ستاير قهربائية موجودة وكل الشبابيك اللي موجودة في الشقة قلة متال زي ما انتم شايفين دي القطعة التانية اللي موجودة في الريسيبشن الريسيبشن اكتر ممكن من ست قطع كمان هندخل دلوقتي وهوريكم شكل دي كده الشكل من زاوية تانية بالنسبة الريسيبشن بجد ما شاء الله تبارك الله روعة شكل النجف شايفين شكل النجف عامل ازاي هوريكم طبعا من الريسيبشن في الطراص كمان هنشوف شكله دلوقتي القطعة التالتة اللي موجودة برضو زي انت ريه كده طبعا شايفين هنا لون السجادة متناصق جدا مع الوان الستاير والمكان فعلا روعة جدا مكيفة بالكامل تعالوا بقى هوريكم شكل الطراص او الفيوم من برا وزي ما انتو شايفين الببان كمان هنا قلم تال بصوا بقى هنا الموقع عامل ازاي طبعا دي تنفع كقعدة كده ومكان حلو جدا مفيش جار قدام خالص على الاطلاق العمارة او الشقة على ناصية كل الغرف اللي موجودة فيها عليها شبابيك كمان يعني كل الغرف متهوية ده الفيوم من برا اهو طبعا دي يا جماعة دور تاسع بعدين في خمس ادوار كمان الشقة 14 دور بوريكم الشكل من جميع الاتجاهات هنا بقى طبعا على الناصية الشقة غير مجروحة اصلا يعني كل الفيو قدام مفتوح وهنا طبعا الصورة بتتحدث عن نفسها شايفين هنا الموقع بجد روعة يعني اللي هيقعد هنا في الطراث او البلكونة مفيش جار هيشوفك من هنا العمار اللي هناك اهي وده الشرعين اللي اتنين شارع رايح وشارع جاي والموقع اه مش عايز كلام ده كده الشكل طبعا زي ما انا قلتلكم ارضيات الشقة كلها بلاستسنى الغرف المطبخ كله والبلكونة كلها رخام فرز اول مستورد انا هنا مركزة جدا على شكل العفش وشكل الشقة بصفة عامة كل كبيرة وصغيرة عشان تكونوا الصورة واضحة قدامكم للي هيشتري الشقة بالعفش دي القطحة الخامسة اللي موجودة احنا قلنا واحد اتنين تلاتة ممكن نعتبرهم خمس قطع كمان ودي الصفرة تمن كراسي فيها اتنين نيش وفيها طبعا البوفيه الشقة يا جماعة بتتباع بكفة كل حاجة موجودة فيه كمان اجهزة كهربائية من ارقى انواع الاجهزة اللي موجودة بجد يا جماعة انا شايف الشقة فرصة كموقع وعفش وشقة روعة جدا شكل طبعا ده شكل النيش بصوا ما شاء الله طبارك الله كل قطعة موجودة في النيش لوحدها حكاية ده النيش التاني زي ما قلتلكم فيها اتنين نيش الصفرة وهنا ده شباة برضو المتال بيبصونا على الشارع وده الشكل من زاوية تانية بالنسبة للصفرة السجات طبعا قيم جدا من افخم انواع السجات شايفين بقى هنا بوريكم الشكل من زاوية تانية طبعا هنا الصفرة فيها اتنين شكل زي شباة كده ديكوري بيبصونا على القطعة اللي هي خاصة بالانتري هنسيب الجزء ده كده وهندخل على غرفة الليفين طبعا كلها مكيف الحوائط هنا مبطنة برضو بالجلد ده هنا شكل غرفة الليفينج طبعا كل غرفة موجود فيها الشاشة وفيها يعني مش نقصها اي حاجة مكيفة كمان فيها شباك ألم وتال يعني الشقة كلها متهوي النجف برضو من أرقى أنواع النجف كريستان عصفور وهنا السجادة طبعا متنسبة جدا مع لون الانتري طبعا انا بتكلم ليه كتير يا جماعة عشان بوريكم كل التفاصيل أتمنى تكون الصورة واضحة لإني بلاقي الناس كتبالي في التعليقات بعد كده قولنا التفاصيل قولنا طب كم متر قولنا الموقع فين يا جماعة طبعا أنا قيلة كل التفاصيل في الفيديو يعني لو في حاجة مثلا فلتت مني أو ما قلتهاش اسألوني عليها نيجي بقى على شكل المطبخ المطبخ بقى الواحده حكاية المطبخ بجد حكاية من أرقى أنواع المطابخ بصوا شكل المطبخ مش محتاج أي حاجة فيها التلاجة فيها الفريزر فيها الغسالة فيها كل حاجة تتخيلوها موجودة التلاجة من أفخم أنواع التلاجة فيه اتنين تلاجة كمان فيها دي فريزر الشفاط من أرقى الأنواع فيها حتى الكولمن أو بصوا كل حاجة يعني انا مش شايفة اي حاجة نقصة صاحب الشقة متوصي بها جدا وقال انا ببيع كل حاجة مش اخدش غير شمطة هدومي بس لانه مسافر للخارج اه فيها غسالة الاطباق فيها بصوا كل حاجة موجودة في الشقة مش محتاجة يعني قولولي مش مفيش حاجة نقصة فيها خالص طبعا فيها عداد الغاز فيها غاز اه الشقة فيها غاز اه فيها بصوا اتنين بتجاز في الفرن في الميكرويف اه البتجاز زي ما انتو شايفين بصوا الرخام من ارقى انواع الرخام اللي موجود كله مستورد ارضيات الشقة وبما فيها المطبخ برضو مستورد شفنا شكل المطبخ وجماله فعلا مش محتاج اي حاجة خالص فيه دركتين بس بندخل على الجزء التاني اه اللي موجود وهم احنا قولنا فيها تلات غرف في غرفة مصدر كمان ده الحمام التاني زي ما انتو شايفين ما شاء الله تبارك الله اللون هنا السيراميك مع الحوائط اللي لونها ابيض مع الكحلي فعلا شكله قيم جدا هنا زي كابينة شور بس فيه البنيو والحمام بصراحة كان مساحة كبير جدا فيه كمان استغلال كمان للمساحات تحت الاحواض زي دوليب لي الحاجات الخاصة بالحمام كل دي غرفة شبابي من الغرف اللي موجودة كمان شايفين هنا شكل الغرفة كمساحة طبعا معقولة جدا وده الشكل اول فيه من الغرف كل الغرف اللي موجودة متهوية اه وعلى الشارع الرئيسي كلها بتطل على الشارع الشقة يا جماعة هتتباع كاملة بالعفش وسعر الشقة خمسة مليون خمسمية سعرها خمسة مليون خمسمية احنا كنا منزلنا قبل كده بسبعة مليون وكان سعر نهائي يعني كان سعرها سبعة مليون سعر نهائي النهاردة بجد نزل سعرها خمسة مليون خمسمية قابل للتفاوت ده بدون العفش بالعفش كامل ستة مليون يعني تم تنزلها مليون جنيه ده نظرا لظروف السفر وسرعة البيع دي الغرفة الأطفال فيها طبعا زي بلكونة بتبصنا برضو على الشارع من برا اهي وده الفيو برضو بيبصنا هنا او بنطل كمان على الكبري اللي موجود فيها بس العقادة الرئيسي شكل الغرفة كميلة جدا شيك جدا ما فيهاش اي حاجة نقصة طبعا مكيفة وهنا فيه طبعا الشاشة وفعلا كبيرة واسعة وحلوة او ما فيهاش اي حاجة زي ما انا قلتلكم شباء البيبان كلها اللي خاصة بالشقة من ارقى انواع واجود الخشب كلها زين حتى الغرف كلها مستوردة من سجاد من ستاير من نجف كله على اعلى درجات التشتيب يعني بصوا مش محتاجة اي حاجة تاني الشقة دي الاوضة دي كمان غرفة نوم كاملة وده الفيوم من الغرفة بنتكلم في شقة مساحتها تلتمية وتلتمية وسبعين متر صفي في الدور التاسع العمارة اربعتاشر دور يعني بعد الدور ده كمان فيه اه خمس ادوار تاني الدور على تلات شؤة الدور يا جماعة على تلات شؤة مسجلة ومرخصة شهر عقاري واللي بيشتري بيسجل باسمه كمان دي الغرفة الاخيرة كان فيها غرفة المصدر بس للأسف كانت مقفولة فمعرفناش نشوفها كويس وده كده شكل ومواصفات الشقة كلها وبياناتها اتمنى تكون الشقة عجبتكم مطلوب في الشقة يا جماعة خمسة مليون خمسمية بدون عفش ستة مليون بالعفش وان شاء الله كمان هيكون السعر قابل للتفاوت تم تنزلها مليون جنيه مرة واحدة بجد الشقة كموقع ومكان روعة جدا فيها اتنين اصنصير مباني الفين وخمسة بقرر لكم المعلومات تاني للناس اللي بتبقى ما خدتش بلها في اول مرة بقولها لكم كزا مرة عشان تبقى الصورة واضحة اتمنى تكون الشقة كده مواصفاتها كلها واضحة ليكم واللي عنده شقة عايز يعرضها للبيع او فيلا او عقار او محل او اي حاجة خاصة بالعقارات يبعت لمواصفاتها تصوير بالعرض لها وكل المواصفات واستعد بدون مبالغة في الاسعار ويبعت هالي على طريق الرقم انا بسيب رقم التواصل تحت في صندوق الوصف من اول ما بتضغط على كلمة المزيد بتلاقيني حطى مواصفات الشقة كلها كمان بالاضافة للشرح اللي انا بشرحه في الفيديو ورقم التواصل بسيبه تحت في صندوق الوصف اتمنى ما يكونش دواشتلكو دماغو اتمنى يكون الكلام واضح والصورة واضحة بالنسبة للشقة ده شكل المدخل شكل المدخل فندقي بجد العمارة او البرج ده من ارقى الاماكن اللي موجودة في عباس العقاد احنا بنتكلم مش افرق الجوارع الداخلية لا عباس العقاد الرئيجة صبعا فيها انترقام فيها خدمات فيها 24 ساعة حراسة وامن كاميرات مرقبة يعني كل حاجة متوفرة في الشقة الشقة يا جماعة لقطة اللي عايز يلحق ويشتريها فعلا فرصة بتيجي بشانطة يدومك بس طبعا انا ببقى قصد ان انا اوضح لكم كل الصور والصورة واضحة قدامكم اهم اللي عايز يتواصل معايا بوصلكم مع المالك مباشرة مع السلامة وفي حفظ الله واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله وفي امان الله مع السلامة